ايه رأيكم في كرات اللحمة المفرومة اللي احنا بتعملها سوا دي عايز اقول لكم ولا احلى كرات لحمة وما تستغربوش انا بعمل في اللحمة المفرومة كده ليه هنعمل منها النهاردة احلى واجمل وصفة وسهلة جدا وبسيطة جدا مفيش فيها اي مشكلة وعايز اقول لكم انا بعملها لعشاء ايه ترى عشاء البلو بيف شايفين شكل البلو بيف وجماله عايز اقول لكم جميل جدا 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 ومزبوط جدا في اللون وفي الطعم وفي كل حاجة عايز اقول لكم اقسم بالله طعمه ورحته تحفه بصوا يتاكل لوحده كده لان طبعا دي اللحمة بتاعتنا دي مش لحمة نية اللحمتنا ده بتبقى لحمة مستوية وجميلة ويلا نشوف عملناه الجمال ده ازاي معاي هنا حوالي نص كيلو لحمة المفرومة واللحمة المفرومة لازم يكون فيها نسبة دهن وكبان معاي معلقتين جيلاتين نباتي الجيلاتين النباتي ده بيجي من عند العطار وارخص يعني يا جماعة مش غالي ولا حاجة بس لازم يكون جيلاتين نباتي ما يكونش ليه اي ريحة وكمان معاي مية عشان نفوك بيها الجيلاتين ومعاي هنا بصل وجزر وبنجر وحوالي 3-4 فصوص توم والبنجر ده اللي هناخد منه اللون وجمان هناخد منه الكمة الغذائية بتاعته ومعاي في البهارات هنا معاي السبع بهارات والفلفل أصمر ومكعب مرأ وكمان مستيكا وحبهان مطحون ورق لوري ويلا بينا نشوف اول خطوة هنعمل فيها ايه معاي هنا جبت الجيلاتين واحط عليه حوالي 3-4 معالي واقلبه مية وهقلبه كويس جدا لحد ما يتمسك معاي يعني وانت بتقلب الجيلاتين كده بكويس بتحس ان هو بتقل معاك شايفة اهو ده شكله خلاص هنركنه بقى على جنب وهنبدأ نجيب اللحمة المفرومة بتاعتنا ونكورها لكور الجميلة دي زي ما انت شايفاها او اهم حاجة نحن نضغط الكورة كويس جدا عشان ما تفكش مننا واحنا بنسلقها ما احنا هنسلقها في المية يعني هنطبخها يعني هنعمل احلى شوية بلو بيف بلحمة مطبوخة يا جماعة مش بلحمة نية هنقور اللحمة بتاعتنا بالشكل ده وزي ما اتفقنا هنضغط عليها عشان ما تفكش مننا في المية المغلية او انا كده خلاص تمام خلصت الكمية بتاعتي وفي الوقت ده وانا بكور الكور اللحمة المفرومة في حل على النار فيها المية وخلاص وتمام كده غلط وهبدأ انزل بالبصل هقطع البصل ازا بانتوا شايفين بالطريقة دي وكمان هنزل بالجزر وهنزل بالبنجر والبنجر طبعا زي ما اتفقنا هناخد منه اللون عشان نوصل نقدر نوصل للون البلو بيف اللي هو الطبيعي او بتاع برا وكمان هناخد منه الكومة الغذائية بتاعته تقول لنا عارفين كومنت البنجر عاملة ازاي والترات اربع فصوص تم بعد كده هبدأ انزل بالبهارات بتاعتي بالمستيكا والحبهان المطحون وراء اللوري والفلفل الاسمر والسبع بهارات وكمان مكعب المرأ اللي هيعزز معانا الشربة شوية مع ان اللحمة غنية يعني اللحمة كلها دي هنه هيبقى احلى شربة وعايز اقول لكم اكسم بالله احنا عمل انا شربنا الشربة دي يعني شربة جميلة جميلة وطعمها طحفة هي ان فهو خضار وفيها لحمة مسلوقة يعني جميلة جدا وبعد خلاص ما غلت بدأت انزل بكورات اللحمة زي ما حضراتكم شايفين بالطرقة دي وطبعا فايدة كورات اللحمة ايه ان اللحمة خلاص مش هتفك منك دي لحمة مفرومة مش هتفك منك في المياه دي كلها او في كمية الشربة اللي موجودة في الحل وده كان شكلها هو وهسيبها تغلي بالزبط حوالي عشر دقايق بالزبط عشر دقايق وهزبط طبعا الملح بتاعها وهاخد بالي وانا بحط الملح ان فيه مكعب مرأ وده كان شكل اللحمة بعد ما استوت خلاص بعد العشر دقايق شايفين متماسكة وجميلة ازاي وهاجب الكبه طبعا بتاعتي وده كان شكل الجيلاتين بعد ما سبناه شايفين جمد ازاي واخدت جزء من الشربة وعشان اعزز بيها البلوبوف بتاعنا هحط اللون صناعي طبعا البنجر ما تدنيش نفس درجة اللون اللي انا عايزاه فهعزز بلون صناعي اللون طبعا لون جيلة او اللون المتوفر عندك هبدأ احطه على الشربة ودوبة وشايفين اللون بقى عامل ازاي بعد كده هحط كرات اللحمة في الكبه وهنزل عليها بالجيلاتين وكمان بجزء من الشربة الملونة باللون الاحمر اللي هيدينا اللون البلوبيف الجميل طبعا هنزل شوية شوية علشان آآ ما نزلش بالشربة مرة واحدة نبوز الدنيا او نبوز الوصفة خلاص كده وبعدين هنبدأ نفرومه كويس في الكبه ونشوف لونه عامل ازاي وطبعا ده بلوبيف يعني احنا عاملينه في البيت وعارفين معمول ازاي شايفين شاكله بعد ما اتفرم هو ده اللون الجميل بصراحة لونه مزبوط وطعم وريحة عايز اقول لكم قالي بالدنيا والله انا ولادي كانوا بيكلوا بالمعلقة كده طبعا امان لان هي اللحمة مطبوخة وكل حاجة تمام فطعمه تحفا بعد كده جبت علبة فاضية عندي او اي علبة موجودة ودهنتها ده هنتزد محترقه شايفين كده وبدأت انزل بالبلو بيف وخلاص وسويت الوش وهغطي وهدخله التلاجه حوالي ساعة حوالي ساعة ساعتين اه مش مشكلة لحد ما يتماسك وده كان شاكله شايفين شاكله انا تعمدت طبعا اقلب قدامكم من العلبة شايفين قلب بلو بيف عايز اقول لكم ولا اجمل ولا احلى ولا ارواح وطبعا سهل وبسيط جدا وهتعمليه بقى في طار في عشا في خمس دقايق وعايز اقول لكم الوصفة نفسها ما خدتش مني عشر دقايق والله يعني سريعة جدا شايفين شاكله متماسك وشايفين اللون يعني بصوا انتم تمسكوا القطع كده بصوا تكلوها على طول انا اكلت منها وانا معاكم والله طعمه طحفة اقسم بالله يا جماعة طعمه طحفة طبعا كلنا عارفين البلو بيف بتعمل ازاي اما بتعمل بالبيض اما بتعمل بالطماطم يعني سندوتشات كده سريعة في العشا في الغدا في الفطار زي ما تحبي وشايفين شكله عامل ازاي طحفة بجد بجد طحفة وانا هنا حبيت اعمل منه واجرب منه قدامكم على طول جبت هنا معايا حل حتتتفهم علاقة زيت وجمان نزلت بالبلو بيف عايز اقول لكم التشويحة دي بقى يعني احنا بنعملها دلوقتي يعني بنعملها في البلو بيف اللي هو بتاع بتاع السوبر ماركت لكن دي مش محتاجة لان دي لحمة طبعا نظيفة ولحمة مطبوخة يعني عشر على عشر بعدين نزلت عليها بالبيض وطعمتها طبعا بالفلفل الاسمر والكمون وسنة ملح وكان معايا احلى واقبل طبق بلو بيف بالبيض او بيض بلو بيف يعني بجد جميل قوي بعد كده جبت برضو الحل على النار وحتتت فاها معلقتين زيت مع معلقة التوم بسيطة وحطت اه طماطم مكعبات وطبعا ممكن تضيفي فلفل اختر بس انا في الوقت ده ما كانش عندي وبعدين ضفت الكمون والفلفل الاسمر وكمان ضفت عليها البلو بيف بعد ما خلاص الطماطم السبكته بقت جميلة وكان معايا اجمل واحلى طبق بلو بيف بالطماطم شايفين الشكل اهو معايا ده طبق البلو بيف بالبيض وكمان طبق البلو بيف بالطماطم ولو كنت وصلتوا معايا في الفيديو الحدي هنا ياريت ما تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس واهم حاجة دعوة من القلب وكمان اهم حاجة ان انتم كنت تستفادوا ويا رب يكون الفيديو عجبكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة